موسيقى يومين انتخابات والسيد يتنفع أنا أريد أن أفهم أنك سعطي هم ناجحين ثلاثة الأعضاء في الحزب عادلة التنمية أنا أعطيت ثلاثة النيابات كيف مشاعر الجبير وخداج وجه النيابات؟ أريد أن أفهم شيء مفهومة ما فهمتش كيف هات السيد هذا أعطاني العادة من حزب إسلامي وعاطيني العادة ونتحمل مسؤولية الهضرة وبغيت يخرج ما هو بشيء لقاء مع الصحافة أو يقول له هضرة ما كينه ما فهمتش قتلت أيام وزاد وخلعني ما فهمتش مع العلم أن الحزب قدوم الشراكية أعطوه ثلاثة نواب ومشى عند جبير وخداج وجه النيابات مشكلة اللي كان عندنا هو استلحية منه قلبنا على واحد العضو من حزب استقلال اللي هو الاسم دياله عبدالحاق ملقب بودخشان وتحالف معنا على أساس أنه يمشي معنا ومشى معنا في نهار ثلاثة في الرئاسة في مولاي رشيد نهار ثلاثة وقام معنا واحد يومين من وراه حطفة تليفون ومشى مع جبيل وهذا السيد كانت عندنا نيابة الثانية يعطوه النيابة الرابعة وتدقال أنه السيد رأخدام 150 مليون وهذا دراكين تدقال أنه السيد رأخدام 150 مليون وعندي عضو اللي هو معايا سيمواغا رأى يطع له أعطاه 70 مليون وصل مع تلمية مليون مع الأخدر ومشى عنده تلميديونة رأى عشان قول لك هذا شي كاريتا هال مولاي رشيد أعضاء اللي كينشحوا فيها مصيبة وعن نعرفوا هذين الأحزاب هذين اللي يعطوه دسكيخص وعطوه الناس اللي هم نزاء اللي داخل لن يخدموا البلاد وصيدنا بغي الشباب وشهد الناس هذين منها من 92 وهم في هذا المكسب هذا وليس يحشونها يعطوه للشباب تهو بحق ديالهم بشهوهم يكونوا في المكاتب وتهوهم يمتلوا مقاطعة مولاي رشيد هذ مولاي رشيد مفايش شباب أريد أن أقول أستاذ الله يجزك بي خير أريد أن أخذ أخوتي لي فونتك وحويشك ربقى عندي في الدار وحسبي الله أن أعمل وكيلة